موسيقى مجزون ليهم الانباء من يمن شباب اهلا بكم افدت مصادر محلية بسقوط قتلى وجرحة اثر اندلاع اشتباكات بين ميليشيا الانتقالي المدعوم اماراتيا ومسلحين قبليين في محافظة الشبوة في ظل الفوضى الامنية التي تعيشها المحافظة منذ سيطرة الاخيرة عليها في اغسطس الماضي وبحسب المصادر فان قتلين سقطوا واصيب اخرون خلال الاشتباكات التي اندلعت في منطقة عياذ بين قبيلة القراميش وما تسمى بقوة العمالقة التابعة للانتقالية بسبب خلاف على ضرائب القت افدت مصادر محلية بسقوط جرحة من عناصر ميليشيا الانتقالية الاماراتية اليوم مثل انفجار عبوتين ناسفتين في مدرية موديا في محافظة ابيان ووفقا المصادر محلية فان عبوتين ناسفتين انفجرتا بعربة عسكرية وعناصر من ميليشيا الانتقالية حيث انفجرت الاولى بالعربة في وادي الحفرة بالقرب من قرية البقيرة شرقي المدرية فيما انفجرت الثانية بعدد من العناصر كانوا بالقرب من الانفجار الاول لاسعاف المصابين اعتبر مركز حقوقيا تأجيل محاكمة الصحفي احمد ماهر المختطف من قبل ميليشيا الانتقالي لمرة الرابعة خلال الشهر بانه يكشف عدم قانونية الاجراءات المتخذة ضده وطلب المركز الامريكي للعدالة بسرعة الافراج عن الصحفي ماهر ووقف كافة الاجراءات المتخذة بحقه واسقط التهم الموجهة اليه كأنها لم تكن مشددا على ضرورة احترام القانون والدستور عند اي اجراء تجاه اي مواطن اقرات ميليشيا الحوث الارهابية قطع شبكات الانترنت المحلية في احدى قرى مدرية عنسة في محافظة دمار في اطار حملة تجريم استخدام الخدمة ومنصات التواصل الاجتماعي واستهداف الناشطين والوسيلة الوحيدة المتبقية للتعبير عن الرأي امام ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها ووفقا لوثيقة متدولة فقد اقرت الميليشيا في اجتماع لمن اسمتهم عقال واعيان قرية اضرع اقرت ازالة شبكات الانترنت من اسطح منازل القرية وعزل المنطقة عن الشبكة نهائيا كما توعدت بتأديب كل من عارضة او عرقلة او امتنع من ازالة هذه الشبكات بغرامات مالية تقدر بخمسمائة الف ريال مع الحبس لمدة شهرين وذلك بمبرر ما اسمتها مواجهة الحرب الناعمة التي زعمت انها تفسد اخلاقية الشباب والمجتمع لشهر الثاني على التوالي تواصل ميليشيا الحوث الارهابية اختطاف الناشط الحقوقي عدل الانسي في احد سجونها بالعاصمة المحتلة صنعاء التي تشهد غليانا شعبيا ودعوات لثورة وانتفاضة شعبية ضدها وذكرت مصادر حقوقيا الميليشيا اختطفت الناشط الحقوقي الانسي بسبب مطالبته بصرف مرتبته المتوقف منذ سنوات ومنعت الزيارة عنه حتى لأفراد أسرته اذا هذا ما لدينا حتى الساعة في أمان الله اشتركوا في القناة